السلام عليكم ازايكم يا حبايبي عاملين ايه يا رب كلكو تكون في احسن حال يا رب زي ما انتو شايفين النهاردة كده الروتين بتاعنا هيبقى روتين تحفيزي كله تشجيع اه وكله نشاط كده بس عايز اقولك قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفي القناة عندي هنا كده حبايبي الروتين بتاعي كده بيبدأ من آآ يعني من الظهر بصراحة لاني انا بدأت متأخر آآ استحيات متأخر يعني وعايز اقولكو ان الروتين دوت يعني بقى لي يومين ما عملتش اي حاجة خالص آآ في المطبخ لاني كانت بنتي تعبانة فما كنتش بعرف اعمل اي حاجة خالص يا دوبك بصوا يعني زي منتو شايفين حتى آآ كان جوزي يعني جايب لي بسلة فوالله كمان ما كنتش عارفة ان انا قشرها فولادي كتر خيرهم يعني ربنا نسلح حالهم يعني لو انتو تلاحظوا آآ جايبين كسة صغيرة كده وقعدوا يقشروا فيها كده على قد ما يقدروا هم قاعدين قاعدوا يتسلوا فيها يعني فآآ خليتهم يعودوا يعني ماردودش اقول لهم لأ والجزر آآ في منهم آآ كنت انا بقشروا كده وانا قاعدة وحطيتوا برضو في التلاجة هنا كده زي منتو شايفين بقى يعني الدنيا كلها مقلوبة على بعضها آآ وطبعا التربيزة شوفهم كركبة ازاي والكراسي كل حاجة بصراحة ما كانتش نظيفة بس بقى خاص ما انتش قادرة وطبعا الارض زي ما انتو شايفين عاملها ازاي في المطبخ برضو لان طبعا يومين آآ مش بعمل فيهم حاجة وزي ما انتو عارفين قاعدة بالنون ويعني وكانت تعباني جدا ان الحمد لله ربنا يكمل شفاها على خير وزي ما انتو شايفين الكارسة بقى في البتجاز شوفوا عامل ازاي طبعا آآ بغلي لبن واللبن طبعا بتاعي واقع على البتجاز فبهدلي الدنيا آآ هنا بقى زي ما انتو شايفين دلوقتي انا بقول لكم ان انا كده طبعا قبل ما اعمل اي حاجة آآ يعني آآ نظفت الرخامة وطبعا فضيت البسلة كده زي ما انتو شايفين في قلب المصفى نظفت الرخامة طبعا عملت كبات شايلية عشان اقدر آآ اقف ووازد كده وكمان الموعين بتاعتي اللي انا هاخسلها آآ جبتها كده في الحوض علشان ايه كله يبقى متزبط معايا ما عارفش اعمل ابدا الموعين بتاعتي خالص الا لما يكون الدنيا نظيفة كده قدامي ابدأ بقى اخسل الموعين بتاعتي على نظافه طبعا الصفاية غسلتها وحطيتها كده هنا بقى كنت بقول لكم الغسلة كنت بخليها تخسل طلعت دورة الغسيل اللي كانت فيها اهو وحطيت حبة تانين في قلب الغسلة يتغسلوا عبل طبعا انا اخسل الموعين بتاعتي يكون الغسيل برضو معايا آآ يكون خالص هنا برضو يا حبيبي كنت بقول لكم ان انا خلاص الحمدلله خلصت الموعين بتاعتي وكنت مطلع الليمونتين دول كده من الفريزر آآ سايبهم يفكوا بس شوية عشان كنت عايزة اخسل بيوم البتجاز بس طبعا بقى آآ زي ما انتو شايفين آآ آآ وغسلت الحاجة ها بس طبعا آآ نضفت الحاجة قدامي هنا بقى هبتدي الاول ان انا آآ اطبخ طبعا وبعد كده هبتدي ان انا اخسل البتجاز بس لما آآ اطبخ الاول هنا كنت بقول لكم بقى ان انا الفلتر كمان غسلته هو كمان صبنته كده وبعد كده بقى هبتدي والحوت برضو آآ غسلته فهبتدي بقى كده ان انا اشطفهم آآ علشان كله يبقى على نظافة لازم الفلتر بتاعي ده كل ما جي اخسل النوعين بتاعتي آآ لازم اخسله هو نضيف والله بس برضو آآ وفي ناس كتير كانوا سألوني على الفلتر المية دوت انا ازاي عاملة الخشبة اللي عليه دي آآ وليه عاملها ان شاء الله بقى عاملكم فيديو منفصل عليه آآ وهقولكو انا كنت عاملها ازاي وعملها ليه ونوع الخشب اللي محطوط في الفلتر ده ايه علشان الفلتر معاك يعيش ويبقى حاله هنا بقى كمان كنت بقى لكم ان انا آآ بعد طبعا ما غسلت الموعين وزبطت الدنيا الرخامة بقت قدامي زي الفل معادش في قدامي كركبة خالص وطبعا بقى لميت الحاجة اللي في التلاجة اللي هي عايزة تغسل غسلتها برضو علشان ايه يبقى الدنيا كلها على رواءان طلعت بقى الغدى بتاعي آآ كنا هنتغدى النهاردة يعني حاجة بسيطة وحاجة خفيفة آآ عملت لهم بني وانا كنت جايبة معاكو البني ده في المشتريات اللي فاتت آآ آآ وطبعا مع البني دوت آآ بطاطا آآ وكمان مكارونا آآ يعني كنت هعمل الكيس دوت وكان عندي نص كيس كمان فبدأت ان انا ايه اعملهم كده زي ما انتم شايفين هنا طبعا بقى آآ جبت المية بتاعت الماكارونا غلتها الاول كده زي ما انتم شايفين ويها ابتدي انا بحط في الماكارونا في المية بتاعتها يعني بحط فيها آآ يعني معلقة صغيرة من الزيت آآ مش اكتر من كده في ناس بتحط معاها ملح بس انا مش بحط معاها ملح انا بحط زيت بس هنا بقى كت آآ بحط المكارونة بتاعتي علشان خاطر طبعا اسيبها تتسالة بس كان نفسي طبعا اجيب معاكو الغدا كله وانا بعمله كده والمكارونة وكله بس بصراحة جالي ناس فمعرفتش ان انا اكمل معاكو بقاية الطبيق بتاعي هنا بقى يا حبيبي كنت بقول لكم ان انا خلاص الحمد لله كان الغدا تعمل وكنت غرفت الولادي عشان يتغدهم طبعا بابونا مش بيجي يعني كان لسه مجيش على الغدا وكده فغرفت كده لولادي عشان بس هم يتغدوا مطبعا انا بستنى آآ بابايا لما ييجي اللي هو زوجي يعني بستنى لما بييجي وبعد كده آآ بتغدى معا بس ايه آآ حطت الاكل كده للولاد هنا بقى زمانتوا شايفين المكارونة ما شاء الله عليها حمره ازاي وجميلة آآ وكمان البنيه آآ حمرته كده زمانتوا شايفين والبطاطس كمان آآ وحطت لهم كمان خيار كده علشان خاطر يبلعوا بيه آآ هم يعني يعني عايزة اقولكو ما بيكونوا بيتغدوا مش بيحبوا يبلعوا بحاجات تانية يعني الا لو في حاجات مسلا بقى سمك او كده اه قولكو ممكن يبلعوا بيهم هنا بقى بعد الغدا طبعا انا مردود شخص البتجاز بتاعي الا لما خلص الغدا وبعد كده آآ اخسله مرة واحدة زي ما انتو شايفين انا حبيت اوارهلكو على الطبيع عامل ازاي واسف على المنظر بس والله كان الكب عليه لبن وزاي بقولكو كبنت عيانة فما قدرتش ان انا اعمل في اي حاجة هنا بقى خلاص آآ نظفت زي ما انتو شايفين الحتة اللي هي كتلونها اسود في العين اللي هي الخامسة وكمان الحوامل بتاعتو البتجاز آآ جايبها كده آآ يعني بنظفها برضو قدامكو اهوت علشان خاطر آآ تبقى نظيفها معايا بس انا طبعا الاول كنت نقعها هنا بقى سبتات اتنقع شوية وروحت بقى على البتجازة ما انتو شايفين كده طبعا آآ كنت حط عليه شوية من المية طبعا مية سخنة بتغلي علشان خاطر انقعوا اي حاجة عليه اشتالها آآ بتتشال معايا بالسولة زي ما انتو شايفين كده اها ماشاء الله عليه يعني كل حاجة كانت عليه اتشالت بالسولة من غير تعب ولا من غير ارهاق وكمان آآ شيلت الحوامل بتاعته غسلتها برضو هنا برضو كنت باركو الازاز بتاعه برضو كنت آآ آآ عملته هو كمان وكمان العيون بتاعته اهي غسلتها آآ ونظفتها وسبتها عشان تتصفى عبل ما انا اخسل البتجاز تكون العيون اتصفت معايا من اكي حطها على البتجاز ما ببليليش الدنيا تاني هنا بقى زي ما بقولكو شوفت بقى الحلاوة والنظافة كنت تشوفوه في اول الفيديو اعمل ازاي وشوفوه في نص الفيديو بقى اعمل ازاي بس الحمدلله والله يعني لما بتنظافي الدنيا وبتلاقي الدنيا نظفت عليكي بتحس بتعبك وبتحس بالنتيجة هنا بقى كنت يعني زي الفل معاكو اهو ما عادش في اي حاجة وركبت العيون بتاعته وركبت كل حاجة عليه والازازة بتاعته برضو غسلتها وكله بقى معايا زي الفل وزي الفل وكمان الفرن اهو برضو العيون برضو غسلتها والمرايا بتاعت الفرن كله كله هنا بقى كنت بقى لكم الحمدلله انا كده خلصت المطبخ بتاعي ونظفت المطبخ بتاعي الحمدلله معاكش في اي حاجة اه طبعا بقى يعني عايز اقولكو اتقومي تشجعي اه لو انتي اه كسلانا كده وبردانا في في الشتاء لا اقومي يلا ونظفي وشوفي الحاجة اللي وراكي وان شاء الله تبقى اه يعني الحاجة هتتسهل معاكي لما تقول لما تقومي هنا بقى كنت بوريكو اللي استجادة اه 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 كنستاهو بقت زي الفل وهنا طبعا الغسيل جبته عشان الغسيل التاني لما يخرج من الغسالة ايه اخسله معاه وهنا الترابيزة طبعا لمتها بقت زي الفل والبسلة حطتها عالترابيزة كده عشان بقى ايه اقعد بقى مع نفس كده اقشرها وانا قاعدة يعني وكل حاجة بقت قدامنا زي الفل كده زي ما انتم شايفين يلا بقى اه اه لو انتي كسلانا اقومي نظفي اقومي اعملي اللي وراكي ما تنسوش بقى تعملولي لايك للفيديو وطبعا الاشتراك لو انت اول مرة تشوفي القناة عندي استعيدني طبعا وجودك معايا هنا بقى حبيبي كنت بقول لكم خلاص الحمد لله انا خلصت كده الروتين بتاعي بتاعي النهاردة اه الروتين اليومي بتاع المطبخ اللي بخش اعمله كل يوم في المطبخ بس يا حبابي ده كان الفيديو بتاعي شوفك الفيديو الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة